براجوي حسمت خلاص هنلاقي بمنتخب براجوي يوم الجمعة اللي جاية الساعة 8 مساء يوم الجمعة اللي جاي مبارتنا في دور الثمانية هتكون مع منتخب براجوي الساعة 8 مساء نحن النهاردة كسمنوا للمنتخب الأسبانش والمكسب النهاردة أهميته انه خلاص احنا اتجرأنا احنا مش نخاف من حد احنا كسمنوا للمنتخب الأسبانش فهي حده هي قدامنا مهمة بس يبقى عندها نفس الروح نفس الحماس ونفس التركيز النهاردة كنا مركزين وبنلعب كورة بنلعب كورة احنا مش بس بندفع بشكل جيد احنا بنعرف نتحول هجومين بشكل جيد وده شغل روجيرو ميكالي بالمناسبة مباراة يوم الجمعة الساعة 8 مساء الساعة 9 مساء في مباراة في الدوري بين الزمالك والجونة في جمهور بيحب فرقته قوي فممكن يعني ما يفرقش ويبقى محتار يفرق فينه هتقول لي طبعا لا كلنا وراء المنتخب طبعا ما كلنا وراء المنتخب بس خلية منطقيين فلو سمحت وحتى من باب الاحترام للمنتخب الوطني الأولمبي ما يصحش ما ينفعش يبقى فيه مباراة تقام في نفس التوقيت خاصة لو فيه اعترف جماهيري زي الزمالك فالدنيا سهلة حاجة من الاتنين حاجة من الاتنين ياما نقدم معاد المباراة دا شوية نخليها مثلا مثلا يعني الساعة 6 او نأخرها ساعة تبقى الساعة 10 او نأجلها يوم تبقى يوم السبت اعمل اللي تعمله بس ما ينفعش منتخب مصر الأولمبي كلنا نبقى مركزين معاه وبنقول يا رب ربنا ينصرنا ونكسب ويبقى فيه مباراة في الدولة شغالة في نفس التوقيت بصراحة يعني دي مش عليك فاتمنى الكابتن عام الحسين ياخد باله من النقطة دي حد انا كذبت القصة دي على موقع التواصل الاجتماعي X بعد المباراة تقولت يعني يا ريتك الكابتن عام الحسين يأجل المباراة ساعة ولا يقدمها الساعتين ولا اي حاجة فالناس داخل عامها تقول لي يعني هو زمالك اهم من منتخب يا عام زمالك اكيد مش اهم من منتخب ولا الاهل اهم من منتخب ولا اي نادي في مصر اهم من المنتخب حاكنا نلعب لمنتخب مصر بس انا عايز الناس كلها تبقى مركزة مع المنتخب الطبيعي والمنطقي واحتراما لهذا المنتخب وهذا الجيل الرائع اللي عام الشغل كويس ما ينفعش يبقى في نفس التوقيت اي مباراة الموضوع مفوش اصلا خناية اهلي وزمالك وفوش احنا على طول انو حاولينها قصص وحكايات مفقاش كده خالص احتراما بس المنتخب مصر الوليبي